بوجهي حتى بتهم لا أساس لها سيقولون لكم بأن أبنائي يدرسون في الثانوية الفرنسية لا يعرفون أصلا موقع الثانوية الفرنسية في ابن عكنون صدمت أنا مع ابن أحمد منذ أسبوعين فقط وأنا مارين فعلا ابن عكنون قلت له هو مقر الثانوية أليكسندر ديما ما يعرفوش وآتي اليوم في الحقيقة إلى مقر السلطة سلطة الانتخابات وأنا حزين حزين لأنني واجهت معركة ضارية ليلة البارحة في البيت وحتى اليوم في الصباح العائلة كلها تريد أن تثنيني عن هذه الخطوة لا أحد يعني لو كان عندكم كيف نوري لكم فيديو مع بنتي الصغيرة عمرها سبع سنوات تقولوا لي يا بابا قلت لها هل أنت ياسيرين يعني ما كيش حابة نروح نترشح يا لا تفهمها معنى الترشح يعني وإحنا مرشينا في المدرسة قالت قالوا لي ابن لي لو ترشحت سيصير كذا وكذا وكذا ما تسمعه من الكبار طبعا ولذلك آتي إلى هذا الموقع إلى هذا الموقف وفي ذهني برنامج يجب أن أسعى إلى تنفيذه في حالة ما إذا منحني الجزائريون ثقتهم الغريب أيها السادة الغريب تائر في بداية عهدها بالاستقلال عام 1962 رئيسها كان عمره ثلاثين سنة غريب أن رئيسها كان عمره ثلاثين سنة غريب أن وزير الشباب آنذاك اللي هو بوتفليقة عمره خمسة عشر لا أحد منك شهادة جامعية لا أحد من هؤلاء دخل مدرسة بمدرسة كان في كتاب ثم في عام تسعة وسبعين كذلك تولى الحكم وعمره سبعة وربعين سنة زروال بوتفليقة في تسعة وتسعين تولى الحكم وعمره وربعة وستين سنة كيف تريدون اليوم أن نعود بالجزائر أن نعود بحكم الجزائر إلى أن نعود من يتجاوز سنهم السبعين يعني هذه المفارقة العجيبة أن الجزائر كافة بين كل البلدان بين كل بلدان العالمة لأن يكون رؤساؤها شباب يريد البعض أن نعود إلى عصر وين شيوخ يعني نكبر جل كبار الساسة عندنا في الجزائر دون ذكر الأسماء نكبرهم ونجلهم ولكن نشأنا على أسمائهم طوال أكثر من ستين سنة من الاستقلال أنا منذ وعيت أنا عشت تحت حكم الرئيس هواري بومديان تحت حكم الرئيس شاذلي بن جديد تحت حكم من أتى من بعدهم ثم يعني عمري نصف عمري راح في عشرين سنة التي حكم فيها الرئيس السابق ولذلك نحن في الجزائر في حاجة إلى تجديد الدماء في الدولة الجزائرية في حاجة إلى تحريك المياه الراكدة أرجو من الحراك وقد كنت يعني لو أعطيكم زملاء الصحفيين أعطيكم شي هناك من يرسل تقارير بنا نحن المثقفين والإعلاميين في وقت ما كان يقول هذا الشخص ضد العهدى الرابعة هذا الشخص يرسل تقارير يكتب فيه فلان فلان بخليلي أو فاتح أو عمر أو زيد يصمه بأنه ضد العهدى الثالثة أو ضد العهدى الرابعة حتى في بداية جنفي كان يرسل بنا تقارير ضد العهدى الخامسة اليوم تعرفه باش يرسل تقاريره يكتب هذا يخرج كل أسبوع للحراك هذا يخرج كل أسبوع للتظاهر فلذلك وأنا أتقدم للشعب الجزائري أريد أن أجعل من الجزائريين يعودون إلى بعضهم البعض الجزائري الآن في حاجة إلى تحذر أنتم تلاحظون الشارع الجزائري الآن يعني مع الأسف لا يوجد تسامح بين الناس يعني بمجرد أن تقف أمام شخص بسيارتك إلا ويهاجمك أما لو تكلاكسون عليه يعني من باب التنبيه هذا اسمه المنبه فسيثور في وجهك ومن غير المستبعد أنه يكسر لك سيارتك فلذلك نريد أن نخرج بالجزائري بعقلية الجزائري من حالة العنف من حالة كونه يستيقظ غاضبا إلى كونه يستيقظ فرحا مصرورا شكرا لكم